لكن المثال اللي هارده في امريكا اللي هو رفع سقف الدين البرلمان بيقول بايدن انت بتصرف انت يا سلطة التنفيذية بتصرفي اكتر من اللازم ادى الى اننا لدي اكبر دولة مدينة في العالم ومهدد يوم واحد يونيا اننا مش قادر يدفع اقصاط الديون ايه لحد الشيء لازم بدي تأمله الرئيس بايدن شخصيا يعني بكرة هيقعد مع مكارثي رئيس الدولة يقعد مع رئيس البرلمان يتفاوضوا يقول له اقطع اعمل قطف الجزء ده من الميزانية يقول له طبعا متبخص على هذا يعني في النهاية غير البرلمان الرأي العام الرأي العام من صحافة من اجهزة وبالتالي خطورة اعلام الحشد خطورة اعلام الحشد اعلام الحشد انت بتتصور انك بتحشد الناس حول رأي واحد انا رأي دي يعني ايه ايه خطورتها يا دكتور خطورتها انا رأي هي نوع من التجهيل 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 فيش كلام ورأي ان انت بتعطي لك لنفسك رأي زائف ان كل الناس يعني لو بتيجي مثلا في عشر محطات تلفزيونية في عشرين محطة بتكرر نفس الرأي سواء بنفس الاشخاص او باشخاص مختلفين وبتتصور انك اقلعت الناس طب ايه حد ينزل يسأل الناس حد ينزل يسأل الناس احيان مرضو ما عندوش فكرة خالص على الموضوع بتاعك ده ولا على الحملة اللي انت عملها في هذا الموضوع او ذاك يعني برطل كده قدر من العقل لا يضر يعني ما تمشيشي اسلوب الهوجة اعلام الحاجد قد ينجح لفترة مؤقتة عند الوقت يعني الف باب في سوشيال ميديا اولا يعني عشان بس نسع جزء جديد من الشباب لا يرى التلفزيون خالص صحيح عشان نتطمن هو معاه الجهاز الغريب اللي في ايده دوت الموبايل الموبايل وبيبص عليه كل بقى وسائل اللي تصلي السوشيال ميديا وكلام ده كله طيب ايه الاكبر سنن اللي بيشوفه التلفزيون بيبص ما عجبوش الكلام بيشيلك بس يعني تصور انت قادر توصل لملايين الناس وانك بتخرحهم هو شيء عندك انت شيء عندك انت وانا رأيي يعني دون تجاوز ما الذي يدفع الرئيسة الفتاح السيسي في ابريل اه اتنين وعشرين ديولي انا بده لحوار سياسي مم والاولي ساقد بقى لحوار سياسي نعم بعد كده قال حوار وطني سياسي مم ودي ده ابريل ستة وعشرين ابريل مم لما هو فتح الموضوع ده قبلها في لقاء مع الصحفيين كان افتشكا قال انا بفكر في كذا بيجوب في خطري كذا 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 اذا اول شيء وانا بحل الوقائع يعني الكلام ده كان بعد يومين من الحرب بتاعة اوكرانيا يعني ما كانش عليه ضغوط اقتصادية اقتصادية